زيد سمعت عن مثالة برمودا في سفن وطائرات اختفت هناك يا زي ما تكون اتبخرت انا متأكد ان في اماكن بالعالم بيحصل فيها حاجات مش طبيعية يا فارس مش كل حاجة غمضة تبقى خارقة يمكن الطائرات دي اتعطلت او الطقس كان سيء والناس ضخمت الموضوع طيب ماسيو ويرايك بقى في رابط اوكي جهارة في اليابان فيها ناس بيدخلوا وما بيرجعوش ده غير الاصوات الغريبة اللي الناس بتسمع اه سمعت عنها بس ده يرجع للظروف النفسية الصعبة اللي بيواجهها الناس هناك مش اشباح او مخلوقات غريبة طب ويرايك في مدينة بريميا في روسيا محدش يقدر يعيش فيها اشعاعات ممكن بس في ناس بيقولوا انهم سموا صراخ في الليل من مباني معجورة وفين كانوا اللي بيسمعوا اكيد بيتفرجوا على فيلم راب يعني انت مش شايف ان احتمال وجود ظوار خارقة وارد احنا لسه ما فهمناش كل حاجة عن العالم انا مؤمن بالعلم والمنطق بس ما انكرش ان بعض القصص فعلا بتخلي الواحد يتساءل يمكن في حاجة لسه ما اكتشفنهاش ها بدأت تغطنع دنيا مليانة اسرار يا زيد ويمكن يوما ما نكون احنا اللي مكتشفها لما تلاقيه لك شبح كلمني بس خليه ما يطلعليش من تحت السري متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال كل عام وحضراتكم بألف خير النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن تحديث رائع من 11 لابس زي ما انتو شفتم الصوت في بداية الفيديو كان رائع كان صوت او محاسة ما بين شخصين بيتكلموا عن الظواهر الغرطبعية زي مثلث برمودا وشفنا الطريقة اصبح فيها تعبير اكبر واكتر وده بسبب النموذج الجديد من 11 لابس وهو 11 B3 نموذج B3 هو النموذج المعبر بشكل كبير جدا يعني حتى الان هو اكثر نموذج ممكن تستخدمه حتى تلاقيه فيه وقفات معينة بيعلى بالصوت بيوطى بالصوت بيهمس بينفعل فاستخدام B3 هتحس ان الصوت بدأ يبقى قريب من الصوت الطبيعي بشكل كبير جدا وانت عارف ان كانت مشكلة زمان الاصوات اللي بيتم تولدها وخاصة باللغة العربية ما كانتش جيدة اطلاقا لكن دلوقتي دايما انتو شايفين 11 لابس بتشتغل على تحسين الاصوات بشكل كبير جدا في اصوات تم اضافتها رائعة بصراحة داخل 11 لابس ولكن عشان اكون معاك واضحة كل الاصوات اللي باللغة العربية تقريبا موجودة في الستارتر بلان مش في الفري بلان موجودة في الستارتر بلان فللأسف انت هتلاقي نفسك محدود باصوات ممكن تديك نتيجة باللغة العربية ولكن مش زي الاصوات الاصلية اللي باللغة العربية اللي موجودة داخل البرنامج نفسه دعنا نبص ازاي ان احنا ممكن نعمل conversation او محادثة زي اللي احنا شفناها في البداية طبعا المحادثة دي انا طلبت من شاجي بيتين هو يدي محادثة ما بين شخصين بيتكلم عن الخوارق او بتتكلم عن حاجات يعني غريبة قد تبدو غريبة وغير طبيعية وعطاني هذه المحادثة والجميل بقى ان انت هتقدر تعمل المحادثة دي ما بين شخصين وممكن تتضيف الاشخاص اللي انت عايزهم يعني انت ممكن تعمل محادثة فيها اكتر من شخص هنعمل الموضوع ده ازاي هتبتدي تروح لي text to speech ومن text to speech هبديك مثال على طول كده زي ما احنا شايفين ودي كانت محادثة ما بين شخصين زي ما احنا شايفين هنا مثلا الشخص الاولاني هنا بتبتدي تختار الشخص الاولاني من هنا ممكن تغيره طبعا زي ما انت عايز وتبتدي ان انت تحط text بتاعك وبعدين بترجع add speaker زي كده ما انتوا شايفين ارجع 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 add speaker مرة تانية ارجع ان انا اضيف شخص مختلف تماما وليكن ليام مثلا ارجع add speaker واضيف شخص تاني هنا هيبقى مثلا الشخص ده سارة وهكذا فبالتالي انت تقدر تعمل محادثة فيها اكتر من شخص مش محدد بشخصين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة وانت المتحكم في text بتدخل text وكل شخص يقول ايه بعد ما بتخلص خالص بتبتدي ان انت تعمل generate speech وبيتولد الصوت زي ما انتوا شفتوا كده في بداية الفيديو زي ما قلتلك للأسف الشديد هتلاقي ان كل الاصوات الكويسة في اللغة العربية بالذات وبالذات الاصوات اللي باللغة العربية موجودة في starter plan مش موجودة في free plan ولكن لو انت بتعمل محتوى باللغة الانجليزية انا شايفة بصراحة ان في شوية اصوات حلوة جدا موجودة باللغة الانجليزية تعالوا كده نجرب مرة تانية هنا مثلا هبتدي احط التكست بتاعي ما بين ليام وسارة او سيرة هنا هبتدي احط التكست بتاعي ما بين ليام وسيرة وابتدي ان انا انشئ المحاسة اللي انا عايزة انشئها هنا مثلا ليام بتختار الصوت بيبقى وصف الصوت قدام كل الصوت يعني بيقولك ده a young adult with energy مثلا سيرة young adult woman with a confident وحتبتدي ان انت في الاخر خالص تعمل generate طبعا زي ما قلتلك ممكن يبقى المحاسة او التكست ده ما بين اكتر من شخص مش او شخصين كمان يعني ممكن مثلا سيرة نغير سيرة خالص ونحط حد تاني خالص وليكن اريا وتعالا نشوف لما نعمل generate للسبيتش الاختلاف ما بين الثلاث اصوات ريوم او 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 ريون ريانز ريانز stepped onto the red soil of Mars her boot sinking slightly into the dusty surface it was her 37th day on the planet leading a 6 month solo mission inside the Horizon 3 habitat part of earth's ambitious plan to colonize Mars everything had been going smoothly until the signal came at exactly 0317 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ونبتدي نعمل generate ونسمع نفس الأشخاص اللي الإنجليش بتاحهم طبعا زي ما احنا شايفين ممتاز يتكلموا باللغة العربية هعمل generate speech وطبعا ما تنساش في setting تكون متأكد ان انت واقف على الموضل اللي هو V3 وحبتدي اعمل generate وطبعا هنا الاستافلتي في حالة V3 مش بتقدر تتحكم فيها حبتدي اقول generate speech ونشوف مع بعض خط القائدة أفوراينز أولى خطواتها على تراب المريخ الأحمر وقد غاصت حذاؤها قليلا في التربة المغبرة كانت هذه يومها السابع والثلاثين في الكوكب تقود مهمة فردية تمتد لستة أشهر ضمن قاعدة هورايزن 3 وهي جزء من خطة طموحة من الأرض لاستعمار المريخ كل شيء كان يسير على ما يرام حتى وصلت تلك الإشارة في تمام 380-17 بالتوقيت المريخي استقبلت آفا إشارة غريبة نبضات إيقاعية لا تأتي من الأرض ولا من القاعدة ولا من أي من المركبات كانت تشبه الشيفرة المرسية لكنها لا تشبه أي لغة بشرية معروفة بدافع الفضول ومع شيء من القلق قررت آفا أن تحقق في الأمر جهزت مركبتها الجوالة وعبأت احتياطات الأكسجين ليوم كامل زي ما انتم شايفين حتى الأصوات المفروضة أنها بتتكلم باللغة الإنجليزية ممتازة أيضا في اللغة العربية فأنت مش محدد بالأصوات الموجودة فقط باللغة العربية ممكن تستخدم أصوات أخرى للغة العربية طبعا أنت بتختبرها الأول لأن مش كل الأصوات بتصلح مع النص باللغة العربية ده بالنسبة لتحديث النهاردة وهو version 3 11 النموذج الجديد من 11 labs واللي فيه نوع من أنواع التعبير أكتر وفي الحوار حيكون ممتاز جدا زي ما احنا شفنا أتمنى أسمع رأيكم في التعليقات زي بقول لكم في نهاية كل فيديو ما تنساش تدعمنا باللايك وشير وكومنت لو كنتم متابعين الأعزاء ولو كنتم بتشوفنا الأول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله وكل عم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر